يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشهونا وبتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضايا المصرية أهلا بحضراتك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا بسنة صباح الخير عليك يا شازي وصباح الخير على جميع المشاهدين إحنا كمصريين كده عندنا عادات وتقاليد حلوة جداً عندنا صفات حلوة جداً منها هي صفات حبنا واحتكاكنا بالجران الطيبة يعني إحنا معروفين بحبنا للجران ودايماً في ظهر بعض ويمكن العلاقات دي بتبقى مختلفة شوية ومع الزمن قاعدة بتختلف أكتر في أكتر يمكن زمان كنا متعودين كده وإحنا بنروح لبيوت جدتنا إنه دايماً هي عارفة كل جرانها عارفين مشاكل بعض عارفين الفرح متشاركين مع بعض في كل حاجة بيحبوا بعض فعلاً البيت مفتوح لكل الناس في أطباق رايحة جاية كده مش بس في رمضان لا في الأعياد وفي المناسبات وحتى في الأيام ما بقاش فيه دلوقتي للأسف الكلام ده وكل ما بتنتقل يعني كل ما بتعزل لمكان جديد أكتر كل ما بتلاقي البيوت حتى بعيدة عن بعض أكتر حتى لو مش في المساحة لو أنتوا في نفس البنية بتلاقي إن انتوا بقيتوا بعيد أنا معرفش بصراحة لده بسبب البعد بسبب إن كل واحد مشغول عنده شغل ولا إنه خلاص كل واحد بقى يعني عايز يبقى لوحده لكن إحنا العلاقات متفوتة ومختلفة خلينا نتكلم عن أهمية الجار وأهمية الجار حتى عندنا في التراث المصري يعني حتى دايما إحنا يقول لك إيه يا شاز دي ده النبي يوص على سبع جار يقول لك كده إحنا عندنا الاعتقاد ده دايما كل حاجة عندنا بتتكلم على الجران حتى دينك وصاك بجارك رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤتمن سألوه من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره يعني لو أنت متدايق من الجار أو بتدايق جارك طبعا في حاجة كتير عدات كتير إحنا بنعملها للأسف ممكن تبقى بتدايق جرانه من أبقاش واخدين بالنا منها حاجات نفتكرها بسيطة صحيح دلوقتي بقينا نجري عشان ناخد الراكنة دي عندنا أولاد نسيبهم كده يجروا في أي وقت الساعة عشر احتاشر بالليل اتناشر بالليل بيجروا يلعبوا ويدبدبوا على جرانه اللي تحت من غير ما نقول لهم عيب ما يصحش يعني إحنا كانوا أهلينا يقول لنا كده عيب ما يصحش عشان جرانه وكانوا يقول لنا عفليت بس يعني يوم ما جرانه بقينا اللي هو دلوقتي مثلا نطلع القمامة في أي وقت برضه ما يفرقش معنا ده جرنا ممكن يتدايق من الصوت ولا لأ ولا الحاجات دي كلها صفات الجار الكويس إيه بقى دايما يقول لك صفات الجار الكويس أنه يلتزم بعادات الحي بتاعه أي أن كان الحي ده إيه لو السكن في حارة في شارع في كومباوند كل مكان لي عادات وتقاليد بتاعته لازم أعرفها وفهمها كويس أوي والتزم بيها ما بقاش أنا بعمل حاجة منافية للعادات وتقاليد بتاعت المكان اللي أنا فيه ليه كلنا هنبقى شبه بعض لكن فيه مكان ليه احترام أكتر أو مختلف يمكن عن المكان التاني اختار مكان المناسب أنك تركن فيه عربيتك من غير ما تبقى ولو أنت عارف مثلا حد من جرانك مثلا رجله تكسرت خلاص صيب له المكان اللي قدام الباب عشان هو يبقى أقرب ما بقاش أنا أنا نية شوية في الحتة دي لو عندك أولاد بلاشت دوشة بالليلة أنه فيه ساعات كتيرة جرانة دول عندهم شغلة أو عندهم امتحانات أو أراعي جراني في ده يعني حاجات كتيرة جدا يعني لو نوي تعمل حفلة مثلا بلاش أن أنت تعملها في وقت أنت جرانك فيه ممكن يبقى عندهم امتحانات أو حتى استأذن منهم حاجات كتيرة أويش تبقى جار كويس ومن الحاجات اللطيفة كمان بشوفها يمكن يشازلي الود فاش حاجة إن ممكن لو أنا عاملة طبق حاجة حلوة كويسة بزيد في الأيام دي أروح أشوف لو جارتي حبة اللي هو أعزم عليها لو في مشكلة وأنا أقدر أحلها يعني عارفة أنه جرانة دول عندهم مشكلة مادية معينة أروح أعرض أن أنا ساعد دي من الحاجات اللي يمكن إحنا بنفتقدها شوي حكي لنا عن صفة بتحبها في جارك ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا قولنا الصفات اللي حضرتكم تحبوا تكون موجودة في جرانكم وهل في تواصل زي زمان مع الجران ولا الزمن اتغير أنت يا شازلي بتشوف الزمن اتغير طبعا جدا بس خلينا على نقطتين من الحاجات اللي أنت قلتيها أنه الزمان كانوا الناس عارفين البعض يعني كل واحدة عارف جران ومعارف كل حياته ده دلوقتي أنا بمنتهى الأمانة ما حبوش والحمد لله يا ربنا رزقني بجران فعلا كل واحد في حياله زي ما بنقول لكن في حالة من الود لما بنتقابل بنتكلم مع بعض منتهى الود والاحترام بنرأي شعور بعض فيه جروب طبعا دلوقتي على الواتساب ده جروب العمارة لو فيه أي مشكلة لو فيه حد متدايق من الركنة زي ما كان بسانت بتتكلم أو من أي حاجة حد بيدابد بحد معالي الصوت كل الحاجات دي بنتكلم فيها ومنتهى الاحترام الناس بترأي بعض كمان من النقطة المهمة اللي بسانت يعني لمحط لها هي الإثار أن احنا يعني نؤثر غيرنا نؤثر جرانا علينا فيه حاجات كتيرة جدا فيه أي حاجة ولعل من أبرزها طبعا المشاكل اليومية اللي بتحصل على الركنة زمان هدية لأحد الصلاحين رأس شاه فهو بالمناسبة كان فقير لكنه بص الجاره قال لأنا جاري أحوج مني إلى رأس الشاه فادهاله فجاره التاني أول ما وصلته قال جاري التالت ده أحوج مني ففضل التلف لحد ما وصلت لسبع أشخاص ورجع التاني لنفس الشخصين ده اللي خلينا نقول أن النبي وصل على سبع جار جات من هنا يعني على ما أعتقد يعني لكن يعني بمنتهى الأمانة كلنا دلوقتي الجار ده رزق يعني الجار ده نعمة كده ربنا سأهالك أن يكون أنت تروح في مكان يكون جارة كويس إحنا لما بنروح نسكن في بيت جديد أو نشتري بيت جديد بنفكر في حاجات كتير قوي إلا الجار بنفكر في المرافق وبنفكر في الطريق بنفكر في المواصلات بنفكر في قربها من الشغل بنفكر في التشطيب بنفكر في تفاصيل كتير قوي لكن الجار للأسف مش هنقدر مش هنعرف نختاره إحنا ما نعرف شوامين إحنا لسه رحيين فده رزق كان فيه بيت شعر جميل جدا كنت سمعته عن الجار في حد باع بيته بسعر رخيص فلما بيلوموه يعني إنت ليه عملت كده فبيقول إيه يلومونني أنباته بالرخص منزلي لم يعرفوا جارا هناك ينغصه فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو دياره وترخصه يعني هو الجار هو اللي بيعمل سعر كمان للبيت من الحاجات المهمة اللي لازم أنت تتبعها وأنت بتتعامل مع جارك كف الأزى إنك ما تأزيهوش إنك تتحمل كمان مش كف الأزى بس إنك كمان تتحمل أزايا بالمناسبة يعني سيدنا أبو زاري بيقول عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله يحبه ثلاثا ويبغده ثلاثا من التلاثة اللي ربنا بيحبهم واحد بيصبر على أزى جاره ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا حتى لو أنت روحت مكان وجارك مؤذي فأصبر عليه ده سوابه كبير جدا من الحاجات كمان المهمة وإنت بتتعامل مع جارك إحنا بحكم الجيرة بالمناسبة بنشوف بعض أكتر ما بنشوف أهلي أكتر ما بنشوف أرايبنا أكتر ما بنشوف الناس عشرة السنين خلاص بقيت بتشوف جارك يوميا وإنت نازل وإنت طالع فإنت ممكن تتطلع على حاجة بالصدفة من خلال الشباك من خلال الباب هو مش عايز يبينها الحد إنك تكون كاتوم إنك تكون أمين إنك ما تبصش أصلا على حاجة جارك طبعا إنك لازم ترأي جارك في كل حاجة لازم لو عرفت أنه تعبين لازم تزوره عنده مناسبة لازم تشاركه في المناسبة بتاعته حد من الولاده نجح تباركله عنده حالة وفاة لو تأثر ليك الأمر لك تمشي في الجنازة كل هذه الأمور مهمة جدا ومطلوبة أن هي تكون صفات موجودة فينا نحن بنتعامل مع جنازة الجميلة اللي أنت قلته إنه الود من غير ما لا مش لازم ندخل في بعض قوي يعني زي ما أنت قلت فعلا يعني حلو إنه نحن نبقى بنود بعض في المناسبات ولو في أي مشكلة عندك مثلا عند جارك تودوا بعض وتشوفوا إيه المشاكل دي لو ينفعت حلوها من غير ما تدخلوا في بعض قوي فيبقى فيه يعني مدايقة من حد من فيه لازم ما بتحبش تشارك أسرارها فبالش نبقى بنتدخل قوي في حياة الناس إنه نحن ما تحكي لي بقى إيه اللي حصل أو نبقى عند بعض 24 ساعة الموضوع بقى غير دلوقتي يعني دايما أي حد في البيت دلوقتي بقى بيشتغل معظم الناس فلو حد عنده شغل بكرة لو حد هي ست مثلا تعبانة شوية من الطبيق والمذاكرة للأولاد فبلاش إن أنا بقعدة عندها لغاية بالليل متأخر لا كل واحد ليه حياته المنفصلة في نفس الوقت من العادات الجميلة عارفين بعض وبمحترم بعض دلوقتي يمكن شوية بعض الناس تقول لك أنا ما عرفش جراني أصلا أنا ما عرفش مين جاري لكن مهم إننا نبقى عارفين بعض لكن بحدود أكيد بنود بعض زي ما أنت قلت حتى في العيد يمكن بنعيد على بعض في رمضان بنشارك بعض بالأكل من غير ما نبقى لازم إن أنا قاعدة عندك 14 ساعة أو أنت قاعدة عند جارتك 24 ساعة بتضايقه يمكن بعض أو جارتك تضايق إنت لو حصل لك حاجة هو اللي هي الحقيق خلينا بس متفقين يعني ده أضع في الإيمان حقيق الناس ما تعرفش جرانها دي إنت لو محتاج عندك زرف أو أي حاجة هو جارك هو اللي وحيد أعرف حد لك هو اللي هي الحقيق حقيق على كل حال ده سؤال حكي لنا عن صفة بتحبها في جارك جاوبونا إيه الصفات اللي بتحبوا تشوفوها في جرانكم أنا أستعرض إجاباتكم خلال حلقتنا النهاردة وهندردش فيها ونتناقش فيها ويعني يمكن كمان مع الكومنت دي أو التعليقات دي أنا وشوزي نفتكر حاجات ونشاركوا بيها أكتر وأكتر أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة صباح الخير يا مصر بنصبحها لحضراتكم